دعا مجلس شورى حزب حركة النهضة التونسية رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إلى توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية وذلك لتوفير إطار سياسي واسع بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمونا اجتماعيا ديمقراطي ودعت الحركة مكتبها التنفيذي إلى التهيئ لإحتمال إجراء انتخابات مبكرة في إشارة إلى إمكان فشل الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان احنا بعد التجربة اللي أجنها نريد حكومة واسعة والنقص من المعارضة خاطر البلاد في حاجة إلى المشاركة في الحكم أكثر من المشاركة في المعارضة فاحنا موقفنا مبدي لمصلحة وطنية مش مرتبطة بحثة طرف ونحب المشاورات التم مع الجميع